ينضم إلينا الدكتور أشرف القدر الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة دكتور أشرف حياك الله في قناة المملكة نتحدث عن الوضع الصحي للأسف الذي كان متهالكا قبل هذا العدوان الإسرائيلي الجديد على القطاع ولكن مع الانتهاكات الإسرائيلية الجديدة على القطاع كيف هو الوضع الصحي في القطاع كيف يدبر بالعامية نقول كيف يدبر الغزيون أمورهم هناك في القطاع صحيا بباتة نقول الله عز وجل أن يرحم شهدائنا وأن يشجعنا وأن يسلم شعبنا من هذا التغول الصيوني المستمر لليوم الخامس على الثوالي والتي بات لا يبقى ولا يظر في الكتلة المدنية من استهداف مركز للمنازل والحياة السكنية المقتضة بالسكان وهو ما رطى عدد الشهداء والجرحى بين صفوف المدينة العزل وهذا الذي يرهق المنظومة الصحية التي لا تقوى على القيام بواجباتها إذا ما استمر الأدوان الإسرائيلي أكثر من ذلك وفي تقديم أكثر من ذلك أصوى أن المنظومة الصحية تعاني أتافا بفعل الحصار الإسرائيلي من نقطة الحاد في الأدوية بمسكة 45% غير متوفرة و233% من المسلحات الطبية أيضا غير متوفرة و56% من لوازن مقتبرات بنوك الدم في القائمة الأساسية أيضا غير متوفرة هذا الأدوان أيضا يأتي بالتزامن مع جهود وزارة الصحة المكثفة في إطار مواجهة جائحة كورونا وما يتطلب وهو هذه المواجهة من جهود ضارة على كافة الصعود من سر وأدوية ومتابعات سرية وإنايات مكثفة إضافة إلى جملة الخدمات الاعتيابية التي يحتاجها المواطنين وبالتالي استمرار الأدوان الإسرائيلي يستمزف ما هو متوفر لدى وزارة الصحة من إمكانيات محدودة ومستمزفة ولكن نحن نحاول من خلال مراكمة خبراتنا السابقة أن نستمر هذه الخبرات في إطار استثمار أمثل للمقومات المتاحة وكذلك أيضا الإفقاء على مجمل الخدمات الصحية حتى وإن كان بحبها الأجمع نحن توصلنا مع كافة المؤسسات الإنسانية والإغافية حول العالم وهي شريفة للقطاع الصحي رفعنا العديد من نداءات الاستغاثة حول العالم لكي يتم دعم المنظومة الصحية بما يلزم من إحكمات الطوارئ التي يمى في الأدوية والمستلقات الطبية لأقسام الطوارئ والعناية المكثفة والغرف العمليات الجراحية نحن ننتظر أن يكون هناك متاعي حفيثة من الجميع سواء على مستوى الحكومات العربية والإسلامية أو من خلال محبي الشعب الفلسطيني من المؤسسات الشريكة حتى نطمئن على استمرار أقديم الخدمات الصحية لمصابي هذا العدوان وكذلك أيضا مواجهة جائحة كورونا نتوسم خيرا في أهلنا في الأردن الشقيق وفي جمهور الدنس العربية وكافة الأقرار العربية والإسلامية المحبة لشعب الفلسطيني أن يكون هناك جثرا من الإمدادات على مستوى الإمدادات الطبية وعلى مستوى أيضا الوفود الطبية وعلى مستوى أيضا إمكانية خروج بعض الحالات التي تحتاج إلى رعاية مكثفة غير متوفرة في إطفاء غزة في المشافي التخصصية في الدول العربية والإسلامية عندما نتحدث عن قدرة الاستيعابية للمنظومة الصحية في قطاع غزة كم وصلت حتى هذا اليوم؟ نحن نتحدث عن قدرات مستندفة القدرة السرعية اليوم باتت تنحصر شيئا بشيئا كنا نتحدث عن قبل هذا الأدوان أن المنظومة الصحية متهالكة أصلا واليوم يفقل هذا الأدوان الإسرائيلي على كاهل المنظومة الصحية يجعل هناك إغراق للأسرة سواء لا سرة الخاصة بالعناية المكثفة وكذلك الأسرة الخاصة بالأقسام الجراحة وغيرها وبالتالي هناك استنزاف مستمر للمقدرات الموجودة لدى وزارة الصحة والمتهالكة كما قلنا هناك أكثر ثلاثمية وخمسة جهاز طبي متوقف نتيجة عدم توصف الخطع الغيار ويرفض الاحتلال إبخالها منذ الفقرة السابقة وحتى هذه اللحظة وبالتالي نحن نريد أن نقدم خدمات اعتليادية ولائقة للمواطنين ولكن إذا مستمر هذا العدوان سنكون أمام منعطف خطيرة تألية واجبنا الأخلاق والوطني والوظيفة مع أبناء شعبين لا سمح الله بردا وسلاما دكتور أشرف القدر الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة شكرا جزيلا لك